أنا رئيس المجلس الأسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وأنا على ثقة إنه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى بر الأمان وعليه فقد اخترته وعلى التفاكر والتشاور والتمحيص الأخ الكريم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرحان عبدالرحمن رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لي كمن يصب الزيت على النار لم ينجح حكام السودان الجدد في إقناع الشارع المنطفد بالعدول عن التظاهرات رغم الإطاحة برأس النظام عمر البشير لم نشعر بالتغيير انقلاب مكان انقلاب وعسكر بدل عسكر بهذا بررت القوى الفاعلة بالتظاهرات والمتظاهرين استمرار انتفاضتهم مؤكدين مطالبهم بتحول السودان إلى دولة مدنية يلتزم فيها العسكر ثكناتهم وفي مقابل هذه المطالب والرفض الشعبي قرر المجلس العسكري في ثاني أيام الانقلاب التراجع خطوة إلى الوراء قائلا إن الجيش لن يملي قراراته على الثوار وإنما خلع البشير لتلبية تطلعات الشعب والترتيب التداول السلمي على السلطة نحن ما ورانا أي ايديولوجية أي فكر أي وجموعة ما جاء نحن أبناء القوات المسلحة والمنظومة الأمنية نحن جينا عشان نحفظ هذه البلاد إنه تجد فرصة أن ترتب السودان يرتب نفسه يدير حق ويدير نظام الحق على التداول وبطريقة السلمي ورغم استدعاء المجلس العسكري رمزية السوار الذهب الذي سلم السلطة بعد عام من انقلابه إلى حاكم مدني بيد أن المتظاهرين الذين صلوا صلاة الغائب على أرواح قتل التظاهرات لديهم أسباب أخرى في ظل استيلاني وزير الدفاع عوض بن عوف زمام السلطة حيث لم يكن حديثه عن اقتلاع النظام من جذوره مقنعا لهم وهو الرجل الثاني في النظام والمتهم كما غيره بالفساد وارتكابه مجازر في السودان جعلته مطلوبا على لوائح الجنائية الدولية ويبقى الحد الفاصل بين المتظاهرين والمجلس العسكري في السودان هو التخوف من تكرار سيناريو ما حدث في دول أخرى والالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين سائموا كما غيرهم في البلدان العربية من القمع والفساد وتحول حلمهم بنجاح ثورتهم المطالبة بدولة لا يحكمها العسكر كابوسا جاثما على صدورهم وإمكانية التغيير تصبح بعيدة المنال